اشتركوا في القناة اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله تعالى عباده به وقال ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وتأملوا أيها الإخوة كيف أن هذه الآية العظيمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قد وقعت بين آيات الصيام فالآية التي قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والآية التي بعدها وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذه الآية وقعت بين آيات الصيام في ترتيب آيات المصحف وهذا له سر وله مغزة قال أهل العلم ولعل السر في ذلك والله أعلم أن فيه إشارة إلى أن الدعاء في هذا الشهر المبارك أنه حري بالإجابة وبخاصة في هذه العشر المباركة وبخاصة في ليالي العشر الأواخر من رمضان فإن الدعاء فيها حري بالإجابة فينبغي لنا أيها الإخوة أن نجتهد بالدعاء في هذه العشر المباركة رب دعوة واحدة تستجاب لك يكتب الله تعالى لك بسببها خيرا عظيما ولهذا جاء صحع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الدعاء سبب لحصول المطلوب وسبب لدفع المكروه فينبغي أن نجتهد في الدعاء وأن نحرص على الدعاء والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه وأخبر جل وعلا بأنه قريب من الدعاء إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني هذه الآية نزلت لما أتأوا ناس وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وتأملوا قول الله تعالى فإني قريب ولم يقل فقل لهم إني قريب مع أن عامة الآيات التي فيها السؤال يأتي الجواب بقل ويسألونك عن المحيذ قل هو آذى يسألونك عن يتامى قل إصلاح الله بخير الآيات التي فيها السؤال يأتي الجواب بقل إلا هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي لم يأتي في الجواب قل وإنما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إشارة إلى قرب الرب جل جلاله من الداعي فالله تعالى قريب من عبده إذا دعاه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فالله تعالى يجيب من العبد دعاءه إذا دعاه وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإن الله سبحانه وتعالى رحيم نطيف بعباده مجيب الدعاء جل وعلا سميع الدعاء أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي يعني إذ دعوتهم فيدعوني وليؤمنوا بي قال بعض المفسرين المعنى وليؤمنوا بي أني قادر على إجابة دعوتهم وهذا المعنى مهم بالنسبة للداعي أي أنه إذا دع الله عز وجل يؤمن بأن الله سبحانه قادر على إجابة دعوته وأن الله عز وجل سيستجيب دعاءه يدعو الله تعالى وهو يطمع في الإجابة لأن بعض الناس عندما يدعو يدعو بقلب غافل لاهن وأيضا يكون في نفسه أن هذا الدعاء لن يستجب ويقول دعاوه دعوت ولم يستجب لي هذا من موانع الدعاء ينبغي لك أن تكثر من الدعاء ولا تشترط على ربك وقتا للإجابة إنما دعو الله سبحانه وتعالى والله تعالى سميع قريب مجيب الدعاء وكن على يقين ادعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها الإخوة هذه الليالي المباركة الدعاء فيها حري بالإجابة وفينبغي أن نجتهد في الدعاء وبخاصة في السجود إذا اجتمع السجود في هذه الليالي المباركة واجتمع أيضا أنك في الحرم اجتمع الزمان الفاضل والمكان الفاضل وأيضا في السجود أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد فأسباب والإجابة اجتمعت كلها فأنتم أيها الإخوة في أطهر بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام وأنتم أيضا في أفضل ليالي السنة في هذه العشرة المباركة وإذا أيضا كانت دعاء في الثلوث الأخير من الليل أيضا هو وقت نزول الرب جل جلاله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلوث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة سبحان الله الرب جل جلاله العظيم الخالق لهذا الكون الغني عن عباده الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ومع ذلك جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلوث الليل الآخر كل ليلة كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته ليس كنزول المخلوقين فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وينادي عباده بهذا النداء هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له سبحانك ربنا ما أعظمك وما أرحمك بعبادك وما أعظم لطفك وما أعظم إحسانك بعبادك سبحانك ربنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلوث الليل الآخر ينادي عباده هذا النداء هل من داع هل من سائل هل من مستغفر فينبغي لنا أيها الإخوة أن نجتهد في هذه الليالي المباركة أن نجتهد فيها بالدعاء فإن تيسر أن تدعو الله عز وجل في السجون هذا هو الأكمل وإن لم يتيسر ذلك فيمكن أن تستقبل القبلة تستقبل الكعبة وترفع يديك هكذا وتدعو الله عز وجل فإن من أداب الدعاء رفع يديك إذا لم تكن في الصلاة تستقبل الكعبة وترفع يديك وتدعو الله عز وجل وعندما تدعو الله سبحانه تلح على الله عز وجل بالدعاء تجتهد بالدعاء لا تشترط على ربك وقتا معينا وإنما اجتهد في الدعاء ادعو الله عز وجل بما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة رب دعوة تستجاب لك يكتب الله تعالى لك بسببها خيرا عظيما رب دعوة تستجاب لك يدفع الله تعالى عنك بسببها شرا عظيما فاحرص يا أخي الكريم على أن تكثر من الدعاء في هذا الموسم الذي نعيشه الآن أن تكثر من الدعاء وأن تلح على الله عز وجل بالدعاء في هذه الليالي المباركة أيها الإخوة من ألهم الدعاء فقد وفق للإجابة كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الدعاء إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة ولهذا ينبغي لك كل يوم أن تدعو الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يحب من عباده أن يدعوه وأن يسأله وأن يلح عليه في الدعاء وأن يتضرعوا إليه وهذا التضرع هو من أبرز أداب الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى بتضرع وبخشوع وبحرارة فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده يحب من العبد أن يظهر الانطراح بين يديه والتمسكن والخشوع والتضرع كما قال سبحانه أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فذكر الله عز وجل أدبا عظيما من أداب الدعاء وهو التضرع وذكر أدبا آخر وهو الخفية إخفاء الدعاء من أداب الدعاء ورفع الصوت بالدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء فحرص يا أخي الكريم على أن تخفي دعاء كما أمكن لا ترضع صوتك بالدعاء الله تعالى يسمع دعاءك السر والعلاني عنده سواء وأسر قولكم أو اجهروا به أيها الإخوة سنستكمل غدا إن شاء الله الحديث عن بقية آداب الدعاء وأسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا لليلة القدر وأن يجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر وأن يوفقنا لمن يحب ويرضى من الأقوال والأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر